بسم الله وصلاة والسلام على رسول الله مرحبا بكم معنا في شوية جديدة مشيوات اوم شمس كنتمنى تكونوا في احسن حال انتو ما كتشاهدوا له فيديو تليوم اليوم ان شاء الله غنصاوب معكم لكوب كيك فبزاف منكم بغاو كوب كيك ليكون ناجح وكيجي هكا مقبب يعني بطريقة ناجحة وبمقادر مضبوطة ويعني وكتسوليني بزاف على القياس بالضبط ديال الطحين اليوم ان شاء الله نعطيكم واحد الوصفة كيجوا بها رائعين هشاش وبنان ويعني لا دقتوهم وراه واحد الماضق احسن بكتير من اللي كتاخدو من على برة يعني من احسن المخابيز فهدو احسن منهم بكتير كانتمنى ان شاء الله انا الوصفة تعجبكم ما تنسونيش دائما متجعكم منذ ذو مباشرة المكونات فغنحتاج بنسبة المكونات زوج حبات من البيض يكونوا متوسطين الى اكبر انا عندي الحجم هنا متوسط مئتين قرام ديالسكر حبيبات اولى سنيدة مئة وعشرين قرام اولى ميلي ديالزيت نباتي مئتين ميلي اولى قرام كذلك ديال عسر البرتقال عندي قشور ديال البرتقال محكوكين 16 قرام من خاميرات الحلويات مع الخاك كبيرة من الخل فانيلا والملحم طبيعة الحال وغنحتاج كذلك الطحين لدائما كنقول لكم يكون نوعية جيدة خاصة بالحلويات كما كتلاحظوا معي هدو المكونات بنسبة للطريقة اول حاجة كناخد البول ديالنا اول فاش كتخدمي لكوب كيك فكان اعملوا فيه دو كزوج حبات من البيض كما كتلاحظوا معي كنضيف عليهم ديال القبيصة الملحة درورية هكا كيتدوازن لنا الحلواء كما كنقوله دائما وكان نضيفه معلقة صغيرة من الفانيلا هنا استعملت فانيلا بودر اي فانيلا عندك استعمليها عندي مئتين جرام ديال السكر حبيبات وكان انترب مزيان هاد البيض مع السكر بالنسبة للثاني اضافة مل احسن كنقولكم دائما بالنسبة للحلويات ولكيك استعملوا ثاني ذلك تكون شوية رقيقة باش ما تتعد بكمش وبالنسبة للكاس اللي استعملت راه لي كي يعيير مئتين ميلي ماشي الكاس العنبه يعني كاس يعيير كاس العنبه وشي شوية ما زال يعني مئتين ميلي الكاس الكبير اه انا معروف يعني راكيين عن نحت كذلك كما اشتوا معي في الفيديو كنضيف مد ما كنترب داك البيض كنضيف الخل وكنزيد نترب مازال هاد العناصر ممكن كذلك تخدمي هاد الكوب كيك بالترب اليدوي غير هو خدمي ذاك البيض كما كتلاحظو معي حتي تغير ليه اللون دياله سوف هنا كمضان نضيفه في الزيت النباتي والزيت النباتي هنا را عبرتوليكم بلكاس العلمه اه فكاس اللاروب او المئة وعشرين ميلي فاللي عنده الميزان من الاحسن اه مزيان تعيري كل شي بالميزان يعني تتولي عندك الوصفة مضبوطة مئة في المئة كنزيد داك الزيت كي مشتو معي وكن كذلك كنطرب شوية حتي كي يعني كي تجانس مع الخالد عاد كنضيفه اه قصور ديال البرتوقال اللي ممكن تعودوهم بقصور الحامض على هاد الشكل يعني تخلطو خالد طفل عصر تخلطو خالد ما بين الحامض والبرتوقال سوف هنا كنطرب بعض الخالد هادا مزيان على هاد الشكل وغادي تشوفوا معي الطريقة اللي غادي نعملو في هاد الكوكي كان هشي شوية مختلفة فقط في الطريقة كان بدان نغرب لدك الطحين كما اشتو معي كان نضيف الطحين وانا كان نغرب له كان نضيف علي ديك خاميرة الحلوية 16 جرام او لزوج معلقات صغيرين كان نغرب له وكان بدان نخلط خالد اللي اولاني كان خاصو يعني اه بحالة كان نقصحو شوية الخالد الانا ما ضفناش كما لاحظو معي ما ضفتش العصر ديال البرتوقال الى الان فما غاضي نضيف عصر البرتوقال حتى الاخر مرحلة لي هي هاده فكان لنخلط ذاك العناصر كما اشتو ضفت كيمية ديال الطحين اعادي بديت كنضيف أه عصر البرتوقال كان ضمن atliق الحليب في اللول وكان بدان نضيف عصر البرتوقال وأنا كان نخلط حتى كنا نخلطا نضيفو كامله عادي البالية خاص siguiente حين كن نعاود نضيفو ماشياي ايش کال هذه الطريقة يجيكم لكوب كيك مقببين وطريقتهم ناجحة وجربوها وردو عليها فهذا الطريقة عملتها معكم فيديوهات سابقة كثيرة وكتلاحظوا دائما انني كنضيف العصير اما دي الحامض او للبرتقال او للمساخين او للمال عادي في الكيك كنضيفه في اخر مرحلة بزاف منكم كنت يسون يعني لاش ما كتضيفه اش في اللول وكنقول لكم راح فاش كنضيف الخليط في ذاك الحامض او للبرتقال بحل الكيك يخمر انتم ما شوفوا معي بحل كيك يختامر ذاك الخاميره مع ذاك الحامض او للبرتقال اي حاجة ضفتوها كيتفاعلو كيعطيك كيك خفيف بزاف وفاش كتدخلي الفران حتى في كيك عادي كيجي طالع وكيجي يفقعها كم الفق فهنا كمده نضيف نضيف طحين وانا كنخلط حتى كنتحصل على خالط اللي يكون تقيل كيميات الطحين اللي يحتاجت انا هي 360 قرام ديال الطحين بالضبط يعني بميزان بعد ما كان نخلط هاد العناصر كم ما شوفوا معي مباشرة كنجيب الكاسات على هاد الشكل وكان بده نعمروهم بطريقة العادية ودائما خليوا فين يطلع الكيك يعني فين ما تعمروش الكاسات كاملين يعني لها عمر سوء تلفق ره كتطلع وكتفيد ضروري تخليوا ها فين تطلع وتنشف يعني ذيك اللي يعني لو قيتها فاش كيبدأ الكيك او الكاس اللي داك اللي كوب كيك يبدأ يتنفخ تيلقى البلاصة فيني تنفخ ومنها كيبدأ ينشف على خاطره ماشي كيطلع وما يلقاش مينه وكيفيد فكما كتشوفوا معي في الاول إلا بأنتو تعمروه هكا كما عملت عكا بكاس كبير مش مشكل بأنتو تعمروه بالمالعقة فاجوج معلقات في كل هكا كوي غدرة هي هاتيك انا صراحة في الاخر كملت بالمالعقة يعني كنشوف العبار دائما كنخلي كما كتلكم كنعمروه تولوتين وكنخليوه تولوت اولا كتعمروه ثلاثة الاربع وكتخليوه الربع المهم انكم تخليوه الفراغ فيني يعني يطيب هاد الكوب كيك هنا الطريقة اللي كنعمل دائما انني كناخد هات الطاوكيف ما هي وكندخلها للتلاجيلة عندي الوقت ما عنديش الوقت كندخلها خمسة دقيقة المجميد عندي الوقت كندخلها على خطرها ثلاثين دقيقة لتلاجح تكترتاح وتنشعل ديك ساعملي كتمر الوقت كنشعل الفران ما عنديش الوقت كندخلها المجميد وكنشعل الفران كي يسخل الفران كي يبدأ من المجميد مباشرة للفران عافية من فوق ومن تحت على مية وتمانين داراجة يكون الفران سخون من قبل على مية وتمانين داراجة يعني كما قلت لكم خاص ضروري نعمل لهم ذاك لو شوك تغميك خاصة فجي يكون الصاد اما التفل برد ربع الحضرات كان طيبهم مباشرة ولكن لك الجو سخون ضروري ضروري كان دخلهم التلاجة كالجو بارد ران اخدام مرات الخليط يكون بارد وانا بيتهم عكا كما قلت لكم طريقتهم لناجحة تخلي التلاجة ولهات مجميد واحد جوج دلت دلت دقايق هكا شي حاجة بالزرب على مية وتخنيت الفران سافي كتخرج يوم من التلاجة مباشرة للفران وكتعملي كما قلت لكم العافية فوق عفو إلا كان فرن كهربائي عافية من الفوق ومن تحت كان فرن دي الغاز كانت يشعل لكم الفقته وكتعملي من الفوق والتحت كانت يشعل غي من تحت كتعملي يوم هيماني ولكن خلي الفراغ فين يطلعوا لانا فرن الغاز كيف يضو إلا إلا عمرتهم بلاقيس سافينا كندخلهم كما قلت لكم تلاجة من بعد قلت لهم الطريقة اللي قلت لكم كندخلهم مباشرة من تلاجة الفران آآ الرف الوسطاني وكنخليهم را كيطيبوا في مدة دي الخمستاشر دقيق هارة دغية دغية كيطيبوا آآ كنشوفوهم انهم تحمروا سافيك نخرجهم ما كيتحرقوا متاشي حاجة من التحت كيجوا رائعين كيجوا خفاف آآ ما كيفيدوش يعني وكما قديكم بعد الاخترات إلا تفران ديال الضوية حتتهم في بلاسة عكا توا ما قديد هاش يعني شي بلاسة ما وصل هاش الحرارة الكافية را كتفيد موحد الجيه يعني خاص دروري تشوفو طاوة تكون مقادة الحرارة تكون موصل لهم كاملين سافي لك الفران عندك ما كيوصل لشي جويه فهاديك طاوة ما تعمرها شكلها ديري البلاسة التي يوصل لها الحرارة هادوهو ما كما كنت لاحظو معايا كيجوا فنين وانفتح معكم وحيدا باش تشوفوها كيفاش كيجي خوية ملداخل حتى لو بغتو تعمرهم را كيجوا فنين في شكل ديالهم قببين خفافين بنان بلاقيس كنتمنى ان شاء الله انكم تجربوهم وراه بالبرتقال كيجي المنظر ديالهم اللون ديالهم كيجي هكا غزال كيجي هي اللي بغي يعملون بالحليب في نفس الطريقة كتعملوهم بالحليب او لليوغورت وللي بغيتو وكنتمنى لكم دائما ان الوصفة تلقاكم في احسن احوال انكم تجربوها دائما وانتم ما فرحانين وتفرحوا بها وليداتكم وعائلتكم كل حبابكم وتصوبوها دائما في الاوقات الزوينة ان شاء الله هذا هو الوصفة ديالنا ديال لكوب كيك اليوم شوفوا هننفتح معكم محيدة كما كتليكم رح كيجي يفنين بزاف غزالين خفاف ما تشبعوش منهم وما محروقين متح حاجة ما بقالي لان نقول لكم شكرا على حسن المتابعة كانت معكم ام شمس وما توفيقيا الا بالله عليه توكلت اليه اونيب